السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكملين في قصة سيدنا موسى عليه السلام وقفنا في الحلقة اللي فاتت عن ان سيدنا موسى بدأ يهيئ قومه لحدث عظيم جداً هيحدث والحدث ده هنتكلم عنه النهاردة وهو ان سيدنا موسى هيخرج بقومه من مصر ويتوجه لبلاد الشام او لبيت المقدس وحيحصل احداث كتير في القصة من اول خروج سيدنا موسى من مصر لحد غرق فرعون تعالوا نتعرف على التفاصيل والاحداث الممتعة دي بس في البداية نصلي على الحبيب المصطفى عليه السلام والسلام ولو المحتوى عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وندغط اعجاب يلا ندخل في قصة النهاردة او حلقة النهاردة وهي ان النهاردة ربنا سبحانه وتعالي حيبدأ يجيب حق بانو اسرائيل من العذاب اللي شافوه على مر العصور من فرعون وقومه فبدأ الوحي ينزل على سيدنا موسى ان هو يبدأ ياخد قومه ويبدأوا يطلعوا على اطراف مصر وابنوا ليهم بيوت والبيوت دي يبقوا جنب بعض وطبعا ان البيوت دي يبقى لها علامة ويبقوا معروفين عشان يبقوا عارفين بعض ولحظة الخروج يقدروا يخرجوا كلهم مع بعض بسهولة وفعلا فعلوا كده وربنا امرهم كمان ان هم يجعلوا البيوت دي قبلة يعني ان هم يقعدوا يتعبدوا ويصلوا لله عز وجل ويقعدوا يصلوا لله ويعبود ربنا مش اكتر من كده لحد ما ييجي وعد الله وفعلا نفذوا كلام سيدنا موسى وعملوا كده وبعد كده سيدنا موسى بقى لما يأس من فرعون وقومه دعا على فرعون وعايز اقول لكم ان كل الرسل دعت على قومها من بعد ما يأسوا من ان هم يؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى الا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دايما بيدعي لاي حد بيئذيه دايما بيدعي القوم بالهداية فسيدنا موسى عليه السلام عوز ولمش ترجم قال ايه وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قعد يدعي ربنا وكان سيدنا هارون معاه بيأمن لدعائه فرد ربنا سبحانه وتعالى دعاء سيدنا موسى وقال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله نظيم طبعا سيدنا موسى كان كليم الله فاول ما رفع ايدي ربنا سبحانه وتعالى وبدأ ان هو يضيع على فرعون وقومه ان ربنا يطمس على اموالهم وان هو ربنا فعلا استجاب دعائه وفي الوقت ده ربنا عمل حاجة ان هو بدأ يهلك اموال فرعون وقومه بدأوا يصحوا من النوم ويفتحوا الخزائن بتاعتهم بدأوا يلقوها ان هي حجارة بدأت تتحول الاموال كلها لحجارة دي طبعا من معجزات اللي هي عز وجل بعد استجابة الله لدعاء سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام وحصل حدث كمان ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ ان كل بيت من بيوت المسلمين في اليوم ده وفي اللحظة دي طبعا ده اليوم الموعود ان هما يخرجوا من مصر كان كل واحد بيصحى من النوم يلاقي طفل من اطفاله ربنا توفاه ان ربنا قبض ارواح الاطفال في البيوت في كل بيت من بيوت الاقباط او من بيوت قوم فرعون فبدأت الصراخ يعلق وبدأوا ان هما ينشغلوا في الاحداث بتاعتهم ان اللي يفتح الخزنة بتاعته ويلقيها كلها بقت حجارة او اللي يفتح الحجرة على طفله يلاقوه ومات يعني بدأت الاحداث والصراخ يعني يعلق في كل ارجاء المدينة وبدأوا ينشغلوا بالقصة دي بس قبل ده ما يحصل سيدنا موسى امر آي بانوا اسرائيل ان هما يتجهزوا يستعدوا ان هما هيخرجوا من مصر وفعلا استعدوا ان هما يخرجوا من مصر بس راحوا لفرعون وقومه ان هما يستأذنوا ان هو يخرجوا من مصر عشان يروحوا لعيد عندهم يبدأوا يحتفلوا بيه فراح فعلا فرعون اذن لهم ان هما يخرجوا فكل واحد خادم بقى كانوا زي ما قلتلكم وانوا اسرائيل كانوا بيخدموا عند اقباط مصر او قوم فرعون كانوا بيخدمهم فكل واحد بقى خادم كان يروح لقوم فرعون ويطلب منه حاجة من السيغة او الحلية بتاعتهم عشان يتزينوا بيها في عيدهم فكانوا بيدوهم بدأوا ياخدوا السيغة بتاعتهم دي والمجوهرات بتاعتهم ويخرجوا من مصر وهم خارجين اخدوا معاهم حاجة مهمة جدا وهي جثمان سيدنا يوسف عليه السلام لان سيدنا يوسف عليه السلام لما جه هو وبنوا اسرائيل وفضلوا في مصر وتوفى واتدفن في مصر قبل ما يتوفى كان ليه وصية ان هما لو خرجوا من مصر ورجعوا بيت المقدس ثاني ان ياخدوا جثمان سيدنا يوسف عليه السلام ويرجعوا تاني لارض بيت المقدس هو كان عايز يتدفن هناك وفعلا نفس سيدنا موسى عليه السلام وصية سيدنا يوسف واخد معايا جثمان سيدنا يوسف وهو خارج من مصر بعد بقى الاحداث التوالت كده في مصر وبدأوا الناس تنشغل شوية كان سيدنا يوسف بدأ ان هو يخرج لاطراف مصر لحد ما وصل لحد النهر وكان في الوقت ده فرعون عرف ان هما خرجوا وبدأ ان هو يجمع كل جنوده حايز اقولكم ان هما كانوا خارجين من مصر يقال ان هما كانوا ستمائة الف من بنو اسرائيل وكان فرعون جمع جنوده وكان يتعدل جنوده دول مليون شخص تدلكوا ان تتخيلوا يعني مليون شخص خارجين قصاد ستمائة الف وطبعا وصل سيدنا موسى وكان معاه الستمائة الف وكان معاه كمان شخصين مهمين جدا وهو سيدنا يوشع ابن نون وده هيبقى نبيا بعد سيدنا موسى عليه السلام وكان معاه كمان رجل المؤمن اللي كان من قال فرعون اللي كان بيكتم ايمانه اللي حكينا قصته قبل كده بدأوا كلهم وقفين وطبعا خايفين جدا ان سيدنا موسى طبعا يبقى كان بيواقف في الخلف يعني هو كان في خلف الستمائة الف سيدنا موسى مشي في الخلف عشان طبعا يشوف لو حد لحق بهم او حد ازاهم فيحاول انه يتصرف فاول ما وصلوا للنهر او البحر بدأ سيدنا موسى يتقدم للامام اول ما تقدم سيدنا موسى للامام بقى مش عارف يتصرف ازاي ما جالهوش الوحي ان هو يتصرف ولا يعمل حاجة بدأوا الناس يخافهم وبدأوا ان هما يقولوا يا رتنا من خرجنا من مصر احنا كده كده ميتين قدامنا البحر ومن ورنها فرعون والقوم وجنوده فرعون وجنوده بدأوا يظهرهم يعني ما كانوش ظاهرين بدأوا يظهرهم قول الجبل علي منهم وجبل على يسارهم فمش عارفين يروحوا فين ولا ييجوا منين فبدأوا ان هما يقولوا لسيدنا موسى قدأوا ان هما يخافوا فالرجل المؤمن اللي كان من قوم فرعون بدأ ان هو كان راكب بفرص فبدأ إن هو يقتحم كده بفرسه في البحر عشان يحاول إن هو يعدي يعني هو بدأ يقول لسيدنا موسى عليه السلام بدأ يقول له إيه يا نبي الله ها هنا أمرت يعني في المكان ده ربنا سبحانه وتعالى أمرك فيرد عليه سيدنا موسى يقول له نعم فبدأ الموضوع يشتد عليهم جدا وبدأوا يخافوا وبدأ جنود فرغان تظهر وبدأوا يعني الظعر بدأ بقى في المكان وبدأوا يقول لسيدنا موسى إنا لمدركون يعني فرعون كده كده أدركنا خلاص وحيجي لنا وحيقتلنا بس كان رد سيدنا موسى عليه السلام طبعا ليهم وسيدنا موسى على يقين إن ربنا عمره ما هيسيبه فكان بيقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين يعني ربنا معايا كده كده أنا مش قلقان ومتطمت اللي خرجوا من فرعون وظلمة وبطشة وخرجوا من مصر فقادر إن هو ينجيه منه فبدأ إن سيدنا موسى ينزل عليه الوحي في اللحظة دي وربنا سبحانه وتعالى قال له أعوزه نشترجين فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم صدق الله العظيم ربنا أمره إن هو يضرب بعصاه البحر أول ما ضرب بعصاه البحر انفلق بقى البحر ده انقسم لنصفين وكل نصف فيهم بقى زي الجبل والجزء اللي في النصف اللي فاضي ده طبعا فيه طينا فربنا سبحانه وتعالى أمر الرياح إن هي تيجي رياح جمدة جدا رياح شديدة جدا بدأت إن هي تنشف البحر ده كله لحد ما يصير يابس عشان يقدروا يعدوا عليه بمنتهى سهولة لأن زي ما احنا عارفين إن الأرض ما بيبقى فيها ما هي بتبقى طينا فربنا أمر الرياح إن هي تنشف الأرض دي كلها عشان سيدنا موسى يعدي هو وبنو إسرائيل وفعلا ده اللي حصل وإن الرياح بأمر من ربنا سبحانه وتعالى تنشف الأرض والبحر بأمر من الله عز وجل إن هو ينشق وينفلق لنصفين وبدأت الأحداث دي كلها تحدث أمام أعين سيدنا موسى وقومه وفرعون وجنوده لكم أن تتخيلوا إن المشهد ده كله كل الناس دي بتتفرج عليه فبدأ سيدنا موسى يعدي هو وقومه ومع آخر واحد من بني إسرائيل خرج من البحر سيدنا موسى عايز يرجع ببعصاه تاني يضرب البحر عشان يرجع تاني البحر كما كان عشان فرعون ما يلحقش بي ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو يسيب البحر زي ما هو ما يجيش يا مو فسيدنا موسى وقف هو وقومه بيتفرجه على المشهد وبيشوفه إيه اللي حيحدث فربنا سبحانه وتعالى كان في الوقت ده نزل سيدنا جبريل على هيئة رجل وكان الرجل ده بيراكب على فرصة فبدأ إن هو يتقدم فرعون وقف هو وجنوده على البحر يعني وخايف ينزل بس في نفس الوقت هو شاف طبعا آية من آيات الله عز وجل وبدأ إن هو في قلبه من جوة بدأ إن يعرف إن سيدنا موسى على يقين بس ما قدرش يقول كده لإن هو فرعون كان معروف إن هو كان متكبر كان جبار ومتكبر فبدأ إن هو يقول للناس تخير بقى إن هو شايف المشهد ده كله بس يعني مستعظم إن هو طبعا يآمن بربنا سبحانه وتعالى وبدأ إن هو يقول للناس إيه؟ نظروا كيف أنحصر البحر لي لقدرك عبيد الآبقين يعني إيه؟ يعني شايفين البحر انفلق إزاي عشان أجيب اللي هما العبيد دول اللي هما طبعا هربوا مننا وأخدوا دهبنا بس في نفس الوقت خايف إن هو يتقدم فأول ما جي سيدنا جبريل عليه السلام وبدأ يتقدم بالفرصة بتاعته وإن هي وقفت قصاد الفرص والفرص ده كان فحل أو زكر قوي من طبعا بتاع فرعون فبدأت إن هي تحصوا إن هما يتقدموا للأمام فبدأت تدخل الفرصة بتاعت سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا جبريل راكب عليها وبدأت تدخل في البحر من جوة فبدأ يدخل الفحل بتاع فرعون يدخل معاها جوة البحر يحاول إن هو فرعون يوقفه بس خلاص هو ده سبحان الله أمر ربنا فبدأ إن هو يتحرك ويتقدم فأول ما شايفوا الجنود فرعون بيتقدم بدأوا هما كمان يتقدموا وربنا أمر سيدنا موسى زي ما قلتلكه إن هو يترك البحر زي ما هو قالوا يترك البحر راهوة يعني سيبه زي ما هو بدأوا كتب الجنود كلها تتقدم لحد ما وصل آخر واحد للقاع البحر أول ما وصل آخر واحد لقاع البحر ربنا أمر سيدنا موسى عليه السلام إن هو يضرب بعصاه البحر مرة تانية وبدأ سيدنا موسى يضرب بعصاه البحر فرجع البحر كما كان بدأت الأمواك تتلاطم وبدأ كل قوم وكل جنود فرعون يغرقوا المليون شخص بدأوا يغرقوا قدام أعين بانو إسرائيل وده كان طبعا يعني دي الحاجة الوحيدة اللي رضي بها سيد ربنا سبحانه وتعالي اعتبار بانو إسرائيل أو حاول أنه يشفي غلهم ويشفي صدرهم من اللي شافوه من عذاب من فرعون وقوم وجنوده فبدأوا أنهما ينظروا ويسمعوا صراخ كل الجنود وصراخ فرعون بس في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة جدا إن فرعون هو بيغرق بدأ يآمن بربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا داركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين في الوقت ده فرعون بدأ أنه يظهر إيمانه ولكن ربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال إيه قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم مشافي هول المنظر وبدأ أن فرعون يتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق كل شيء فبدأ أنه ينطق الشهادة وأنه يقول يآمن بربنا سبحانه وتعالى يقول آمنت بالله إذا أمنت به بني إسرائيل وهو بس بعد إيه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون صدق الله العظيم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن بعد ما بتشوفوا بعنيكم الموت حتأمنوا بربنا ما كان قدامكم الفرص وكان قدامكم ربنا أنظركم كتير وربنا بعت لهم آيات كتير بس ما أمنوش بيها وفضلوا أصروا واستكبروا وأصروا على كفرهم وعنتهم فجي يقامن دلوقتي فخلاص ربنا سبحانه وتعالى مش هيقبل توبته لدرجة إن سيدنا جبريل عليها السلام ولما جاء قال كده فرعون آمنتوا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل فبدأ سيدنا جبريل ياخد من الطينة ويحطها في فم فرعون عارفين ليه؟ خاف سيدنا جبريل عليها السلام أن تصبق رحمة ربنا غضبه الله أكبر سيدنا جبريل خاف أن ربنا رحمته تصبق غضبه فيعفو عن فرعون بعد كل اللي عمله لأن سيدنا جبريل قال قال بيقول لسيدنا محمد ما بغضبه أحدا بغضي لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى يعني سيدنا جبريل كان متضايق جدا من فرعون وما كرهش حد في حياته قد ما كره فرعون لمال أنا ربكم الأعلى فبدأ إنه ياخد منطين ويحطه ويحط الفم فرعون عشان ما ينطقش الشهادة وما يأمنش بربنا فربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم فيصبق رحمته غضبه وأن هو يعفو عن فرعون اللهم الله أكبر اللهم معاملنا برحمتك لا بعدلك اللهم أمين يا رب فدي كانت نهاية بقى سيدنا موسى مع فرعون وبدأ بقى القوم إسرائيل أو بانه إسرائيل بدأوا يقولوا لسيدنا موسى لا يمكن فرعون يغرق ده فرعون يعني اللي هو كان الجبروت بتاعهم وكان برضو في ناس عندها شك إيمانهم كان مزعزعة هنشوف في القصص اللي جاية إزاي إيمانهم كان مزعزعة أو إزاي بعد الأحداث اللي شافوها دول إنهم ارتدوا عن دين سيدنا موسى عليه السلام هنتعرف عن تفاصيل كتير وحاجات كتير حصلت مع بانه إسرائيل ففيهم اللي كان بقى قلبه مزعزع فبدأوا يقولوا إن فرعون ما غرقش يعني لا يمكن يغرق فربنا سبحانه وتعالى قال إيه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ربنا نجى فرعون بماء بإيه ببدنه ومش كده وبس لا ده كان فيه كمان درع كان بيلبسه فرعون دايما فالدرع ده ربنا سبحانه وتعالى نجيه بالدرع بتاعه عشان الناس تتأكد إن هو ده فرعون بالدرع بتاعه اللي ما كانش حد بيقدر يلبسه غيره هو وطافس فرعون على واجه الميا أو على واجه البحر كده والناس شافت فرعون بعنيهم وتأكدوا إن فرعون غرق هو وكل اللي معاه بس محدش حزن عليهم لإن هم من اللي شافوه طبعا من اللي شافوه اللي عملوه معاهم على مر السنين اللي فاتت حتى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه فما باكت عليهم السماء والأرض يعني حتى السماء والأرض في هول المنظر ده والمشهد ده ما حزنتش عليهم تخيلوا مليون شخص بيموت في نفس اللحظة مليون شخص عمرها ما حصلت في التاريخ ولا حتحصل إن مليون شخص يموتوا في نفس اللحظة وده بأمر من الله عز وجل فما حدش حزن عليهم ولا حتى السماء والأرض باكت عليهم وده كان نهاية كل ظالم وكل متكبر وانتصر الحق وانتصر دين الله عز وجل وبعد كده حندخل بقى في تفاصيل وكصص بجد يعني يعني حتحزنوا لما تسمعوها إن بعد كل الأحداث دي كل الشفوق قدام يعنيهم مش حتتخيلوا ابانوا إسرائيل حيعملوا إيه بعد كده تعالوا بقى نتعرف على التفاصيل دي في الحلقة الجاية إن شاء الله بس فعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بالحلقة ما ننساش ندعي لأخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت أقدمهم ويداو جرحاهم والله أمين وبكده خلصت الحلقة النهاردة ما ننساش نشارك الفيديو على قد ما نقدر وندغط إعجاب عشان الخير ما يقفش عندنا ويوصل لكل اللي حوالين وجزينا وإياكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته